طالب مليون دولار راتب سنوي عشان تجدد عقدك نادي أكتر من الله يلجب طالب أكتر خمسة مليون دولار سبع مين يزود والله هتصدقيني أصدقك قسما بالله ما حصل حتة الاعتراض أو حتة إننا نطلب أو حتة إن أغالي عن النادي مش موجود مش موجودة خالص مع إن حصلت يعني حصلت الحوارات كتير جدا بسبب الحتة دي ويعني وقعت في مشاكل كتير جدا بسبب النقطة دي وفي الآخر بعد ما يعني المرة الأولينية يما جيت المرة دي اللي هي 2019 يما جيت أنا مضيت على بياض وفي الآخر يما بصيت لقيمة التعاقد بتاعي قالوا لي أنت اتفقت على كده يعني خلاص كلام تكتب في العقل تقولوا ما عنديش مشاكل أنا محترم النادي ومحترمكو ومحترم البدجت أو الرقم اللي انتو حطتوه وأنا موافر ما عنديش هاي مشاكل بس في وعد إن أنا لو اشتغلت وكنت موجود بصفة أساسية في حراسة المرمى هل الكلام ده هيتغير؟ قالوا آه هيتغير والحمد لله من ساعة ما ربنا كرم ورجعت النادي يمكن بصفة أساسية أنا اللي بلعب أساسي الحمد لله كان معي أجوان كتير والحمد لله أنا اللي بلعب أساسي فكنت طالب أن التأدير يكون موجود في النقطة دي يعني أنت كنت جايبني أنا بالضبط أنا أتقلل أنت حارس ثالث حارس ثالث حارس ثالث أنا كنت جاي 2019 من منتخب مصر بعد جينش وعواد عمتا أنا كنت جاي في 2019 بعد منتخب مصر جاي من سموحة أنا وأنا داخل النادي والجمهور كله ده هتبقى صفقة فشلة صفقة ملهاش لازمة تكون موجودة جبنا يعمل إيه آخره حارس ثالث ده رأي الجمهور ورأي ناس معي أنا كانت في النادي إن أنا هكون حارس ثالث وأنا من العائلة اللي بحب الحاجات دي يعني أنا ما أرجعتش نادل زمالك عشان خاطر أكون حارس أول ولا تاني ولا تالت لا أنا أرجعت نادل زمالك عشان خاطر المكان طلبني وأنا حابب أرجع أكون موجود في المكان ده لأن أنا بحب المكان ده لأن المكان ده خيره علي من زمان مش من دلوقتي فاشتغلت على نفسي ويمكن تفوقت على نفسي وعلى 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 حواليك لا مش على حواليك ما قدرش أقول على حواليك دل وقلني أخذ بالرأي بهاز فاني متفاقط على نفسي psy وعي الظروف اللي كانت حوالي دلوقتي إنت الحرس الكم في الزمالك الحمد لله انتي شايفان الحرس الكم أنا شايفك هقولك بعد الحلقة أنا عمري مقدر مقدر أصنف نفسي حرس اول داخلها يعني م neuro örbстве يعني مهيبيش كمان أقولها بس ايسمع قلبك بيقولي ان انت الحرس الاول الحمد لله الحرس الاول دون ناس بيقول كده أو مجهودي هو اللي بيقول كده لكن أنا على نفسي محبش أتفخر وأقول أن أنا حارس الأولي نادي الزمالك